جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة صلاح الدين والتي أدت إلى أغراق عددا من المناطق والقرى في المحافظة وما صاحبتها من تحذيرات مناخية دفعت الحكومة المحلية في قضاء الدجيل باستنفار جميع مؤسساتها الخدمية والأمنية تحسبا لأي طارق التحذيرات من محافظة صلاح الدين حول هطول الأمطار في هذه الفترة وموسم الفيضانات وتعرض بعض القرى والمدن إلى فيضانات الحقيقة بدورنا كحكومة محلية في قضاء الدجيل اتخذنا كل الإجراءات والحيطة والحذر من أجل تفادي فيضانات أو سيول أو أمطار أو عزنا بدورنا إلى كل الجهات ذات العلاقة وخاصة الدوار القدمية المتمثلة بالصحة والبلديات والماء والمجاري والكهرباء والأجهزة الأمنية وكل القطاعات الموجودة ضمن قاطع مجلس قضاء الدجيل أن تأخذ الحيطة والحذر والاستنفار في حالة حدوث أي طارق أهل الحقيقة كل الأمور اللوجستية بالتخذيها الحكومة المحلية في قضاء الدجيل شكلت خلية أزمة وسخر جميع إمكانياتها المتاحة من كوادر ومعداته لتقديم الدعم والمساندة للمناطق المتضررة فضلا عن فتح أبواب المدينة لاستقبال النازحين جراء سيول الأمطار وزارة الصحة دائرة الصحة صلاح الدين وبناء على توجيه السيد مدير عام دائرة الصحة دكتور عمر صباح تم تشكيل خلية أزمة في مقر القطاع الرعاية الصحية الأوية لتهيئة الكوادر الطبية والصحية وسيارات الإسعاف والعادات المتنقلة لتحسبا لحدوث موجة فياضانات وسيول وأمطار غزيرة في محافظة صلاح الدين كان هناك جهد مثمر ومتميز واتصال مستمر مع السيد مدير عام دائرة الصحة وكنا استعداد على تقديم خدمة متميزة لأبناء محافظة صلاح الدين حسب توجيهات السيد محافظة صلاح الدين المحترم والسيد مدير بلدية صلاح الدين المحترم باشرت مديرية بلدية الدجيل باستنفار كافة الإمكانيات المتاحة استعدادا لأي طارق بسبب موجة الفيضانات وارتفاع مناسب نهر دجلة بسبب زيادة كميات الأمطار الحكومة المحلية في قضاء الدجيل استنفرت جميع مؤسساتها وملاكاتها لدعم ومساندة المناطق المتضررة جراء الفيضانات لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل العنصاري قضاء الدجيل